حلقتنا اليارضا بعنوان عايشة في بيت اهلائها البنت لما تتجوز وكل يوم ريحها عند ماما البنت بصراحة كده لما تتجوز وتاني كل يوم عايزة تروح تذهب الى بيت والدها او بيت والدتها واللي خلانا نكلم في هذا الموضوع هو المرة اللي فاتت المكالمة اللي جات لنا من ستة ام محمد ام محمد اشتكي من مرات ابنها بتقول انها عايزة تروح اربع تيام في الاسبوع عند والدتها عند قصرتها البنت بتبقى متجوزة سبحان الله وبعد كده بتحاول دايما تسيب بيت جوزها وتروح طبعا بيت والدتها ومشاكل ومتاعب ومش بس كده بنلاقي كمان حاجة غريبة جدا بنلاقي نازل علانة ان جوزها ما بيروحش معها عند والدتها وتقريبا بتلاقي بعض البنات عايشين على بيت متجوزة وكانها ما تجوزتش هو دا موضوع حلقتنا النهاردة اللي بنكلم فيه يا ترى البنت يجوز لها انها تقعد عند عاليتها كده على طول عند اهلها على طول ولا تقعد في بيت الزوجية حتى لو حمتها دايقتها شوية تعمل ايه وتصرف ازاي وهل اسئلة كتيرة جدا بتطرح نفسها هل من حق الزوج انه يمنع مراته من زيارة اهلها وفي الوقت نفسه هل بقى الحمى تلازم تكون كل يوم عند بنتها وتشوف عملت ايه وتعرف طبخت ايه وكلت ايه وعملت ايه وما الى ذلك يعني حدود هذه المسألة دا موضوع مهم جدا بنفتحه قدام حضراتكم وهدفنا هو يا جماعة الوصول الى اسرة سعيدة لان طبعا الولد لما بيجي يتجوز زي ما بقولوا كده في المسأل في فترة الخطوبة هو يتكلم ويتسمع وفي شهر العسل هي تتكلم وهو يسمع وبعد شهر العسل يتكلم الاسنان ويسمع الجيران خلاص يتجوزهم وعملوا فرح والناس جاد بركت لهم وبقى الاثنين في مكان واحد قاعدين في مكان واحد بعد ما عدش حد بقى بيكبعا قدام التاني بيتمنظر على التاني ولا يقدر يخبي حاجة بقت الامور واضحة وضوح الشمس في ربعة النهار الزوجة كشفت على حياتها والزوجة كشف على حياته وبقى يعني المفروض يتعيشه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى لكن بعد الجواز بدأت المشاكل وبدأت المتاعب وبدأت البنت كل يوم الصبح تتصل بماما يا ماما اعمل ايه اطبخ له ايه اكيله ايه وابتدى الولد امه بتكلمه كل يوم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا البنت سعاد تبقى كل يوم عايزة تروح عند والدتها تقعد عند أسرتها نعمل ايه ونتصرف ازاي اعتقد ده موضوع مهم جدا بننتظر رأي حضراتكم فيه تحكولي وتقولولي